السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الغاليين من مدارس الرواد الكندية سنكمل اليوم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يا مكان في قديم الزمان كان سيدنا إبراهيم عليه السلام باستمرار يأتي من فلسطين إلى مكة المكرمة ليزور ويطمئن على ابنه وولده إسماعيل عليه السلام وعندما كبر إسماعيل كان يعاون أباه في كل شيء وكان حليما صادق الوعد مطيعا صادقا صالحا تقيا يعبد الله سبحانه وتعالى ويحب الله وفي يوم من الأيام رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح إسماعيل ورؤية الأنبياء حق إنه أمر من الله قام فزعا إن الله يأمره أن يذبح إسماعيل ذهب إلى إسماعيل وقال يا إسماعيل إني أرى أني أذبحك فماذا أجابه إسماعيل؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين كان هذا الولد بار صالحا مطيعا لله سبحانه وتعالى إنه أمر الله أخذه أبوه إلى تلة ووضعه على الأرض وجعل وجهه على الأرض حتى لا يراه ويحن عليه وكان يأتيه الشيطان ليفتنه ويمنعه من طاعة الله ولكن إبراهيم كان في كل مرة يرمي الشيطان بالحجارة وأخذ سكينا حادة وبدأ يريد أن يذبحه ولكن السكين لم تذبح إسماعيل عليه السلام لم تذبحه وأرسل الله سبحانه وتعالى كبشا عظيما من السماء فداءا وبدلا من قتل إسماعيل عليه السلام فأنقذه الله سبحانه وتعالى لقد نجحا في الاختبار كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبرهما هل يطيعاه أم لا فسبحان الله كان حبه لله يفوق كل حب ابتلاه الله في نفسه وفي ولده وفي كل أمر أمره الله سبحانه وتعالى كان يطيعه كان يعيش سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة في فلسطين وفي يوم من الأيام زاره ثلاثة من الرجال فقام سيدنا إبراهيم بتقديم الطعام لهم كعادته ولكنهم لم يأكلوا فأوجس في نفسه خيفة خاف منهم وقال من يكون هؤلاء قالوا له نحن ملائكة مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى وبشروه بأن زوجته سارة سوف تلد إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب عليه السلام فتعجبت سارة وقالت أألد وأنا عجوز وهذا زوجي شيخ كبير كيف ألد وأنا بهذا العمر قالوا كذلك الله يريد وهذه مشيئة الله وليس شيء صعب على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قد قدر لكم أن ترزقا بإسحاق وسيكون نبيا ومن بعده يعقوب وأخبروا سيدنا إبراهيم عليه السلام أنهم سينتقموا من قوم لوط نحن علمنا أن لوط عليه السلام هو ابن أخ سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم يعملون الفاحشة فلم يستجيبوا لقوم للنبي لوط فالله سبحانه وتعالى سينتقم من هؤلاء القوم وسينجي لوط عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين فجاء هؤلاء الضيوف لإخبار سيدنا إبراهيم عليه السلام بذلك ولتبشيره بأنه سيرزق بولد آخر اسمه إسحاق من زوجته سارة وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام على هذا الحال يمر على ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في مكة المكرمة ثم يعود إلى فلسطين ويتنقل بين فلسطين ومكة المكرمة ويستمر في دعوة الناس وتعليمهم عبادة الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى توحيد الله باستمرار وبقي هكذا أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبني بيتا في مكة وهو أول بيت وضع للناس وهو الكعبة المشرفة وقد طلب سيدنا إبراهيم من ولده إسماعيل أن يساعده في بناء الكعبة وطبعا قام هذا الإبن الصالح إسماعيل بمساعدة أبيه في بناء الكعبة المشرفة ليكون مزارا للناس يطوف حوله الناس كل عام للحج وقد قاموا بوضع حجرا فوق حجر حجرا فوق حجر وكان يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما عملهما هذا حتى بقي آخر حجر وهو الحجر الأسود فقام جبريل عليه السلام بإعطائه إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد وضعه آخر حجر هذا في الكعبة وسبحان الله لغاية اليوم كل عام يقوم الناس بالحج في هذا المكان عندما اكتمل بناء هذا البيت أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج قال له يا إبراهيم أذن في الناس بالحج ليسمعك البشر كلهم ويزوروا هذا البيت قال إبراهيم يا رب كيف سيسمعوني الناس قال الله يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ فقام إبراهيم عليه السلام على جبل وأذن في الناس قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فسبحان الله لقد جعل الله كل الناس يسمعوا صوت إبراهيم وفي كل عام يأتون لهذا البيت ليحجوا وكما أخبرتكم كان يتنقل إبراهيم عليه السلام بين فلسطين وبكة للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وفي يوم من الأيام طلب إبراهيم عليه السلام طلبا غريبا من الله سبحانه وتعالى قال يا رب أرني كيف تحيي الموتى فقال الله يا إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي طبعا إبراهيم عليه السلام يا أبناء وبناتي كان مؤمنا بالله موحدا لله ولكن أراد أن يرى كيف يحيي الله الموتى بعينيه فطلب من الله ذلك فقال الله سبحانه وتعالى خذ أربعة من الطيور فاذبحهم وقطعهم ثم خلط هذه الأربع طيور مع بعض وقال قسمها إلى أربعة أقسام هذه القطع وضع على كل جبل قطعا من هذه القطع ثم ناديها وسترجع حيا وستأتيك بقدرة الله وفعلا فعل ذلك إبراهيم ثم قام يناديهم يدعوهم من هذه الجبال وإذا بها بقدرة الله تعود حيا القطع تتجمع مع بعض وإذا بالطيور الأربعة تعود مرة أخرى مكتملة وتتوجه إلى إبراهيم يا الله أي معجزة هذه أراها الله إبراهيم سبحان الله ظل إبراهيم هكذا يدعو إلى الله عز وجل في الأرض يدعو في كل مكان كبر في السن وهو يدعو ويدعو الناس كان أعظم الأنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا هو خليل الرحمن وحتى عندما توفي أعطاه الله منزلة عظيمة فعندما صعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج وجد إبراهيم في السماء السابعة متكئا عند البيت المعمور سبحان الله إلى هنا انتهت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا نتعلم نتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو قادر على إحياء الموت فهو خلقهم من العدم فكيف لا يحييهم فهذا سهل على الله ونتعلم أيضا أن علينا يا أبناء وبناتي أن نقدم حب الله على أي حب آخر وأن نملأ قلوبنا بحب الله وبذكر الله فقد عاش سيدنا إبراهيم محبا مطيعا لله كان يفعل كل ما يطلبه الله منه فكان الله دائما معه ابتلاه ابتلاءات عظيمة أمره بذبح ولده إسماعيل عليه السلام وهذا ابتلاء صعب ولكنه رضخ لأمر الله ونجح في هذا الاختبار فارزقه الله منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة وأصبح خليل الرحمن لقد خلد الله ذكره في الدنيا أيضا فنحن في كل صلاة من صلاتنا نذكر سيدنا إبراهيم فنقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وتذكرنا قصة سيدنا إبراهيم في مناسك الحج أيضا حيث أن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قاما ببناء الكعبة التي نطوف حولها ونتذكر زوجته هاجر التي قامت بالهرول والسعي بين الصفا والمروى سبع مرات ونحن نفعل كذلك أيضا عندما نحج ونشرب من ماء زمزم وعندما نرمي الجمرات وهو أيضا من مناسك الحج نتذكر كيف سيدنا إبراهيم كان يرمي الشيطان عندما أراد أن يمنعه من الامتثال لأمر الله وعندما نضحي نثبح أضحية العيد نتذكر كيف أن سيدنا إبراهيم امتثل لله امتثل لأمر الله وأطاعه وكيف أن الله قد فدى إسماعيل بكبش من السماء ولنعلم أيضا يا أبناء وبناتي أن الدنيا هي دار بلاء واختبار وأن الحياة الدائمة والحقيقية هي الحياة الآخرة فلنعمل للحياة الآخرة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته